بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدا لنهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقيتين تهنية إلى أخيهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج وأعرب سموهما عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام والذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن ليدوا مناسكهم بطمأنينة وأمانة كما بعث سمو الشيخ منصور بن زايدا لنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين